ولم يبقى لنا إلا الاستغاثة بالله إنه يحفظ علينا ديننا وأمانتنا وخواتيم أعمالنا اللهم صلي وسلم وبارك على حبيبنا محمد كما ينبغي لقدره ومقداره العظيم اللهم إنا نستغفرك من كل ذنب خنا فيه أمانتنا وبررت لنا أنفسنا قبيح أفعالنا أو قدمنا عليك فيه طمعنا وشهوتنا اللهم إنا نستغفرك من كل ذنب أدنانا من عذابك أو حجب عنا رحمتك أو كدر علينا نعمتك اللهم أعطنا من الدنيا ما تحمينا به من فتنتها وتغنينا بها عن أهلها ويكون لنا بلاغا إلى جنتك التي هي خير منها اللهم قومنا إذا عوججنا وأعنا إذا استقمنا واجعلنا في كنفك وإنعامك وعطائك وإحسانك اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا علي يا عظيم والحمد لله شكرا للمشاهدة